طيب عندي أيضا بعض اللاعبين اللي عايزة أتكلم عن إصابتهم بتحديد جونيور أجيه جونيور أجيه في تطور في حالته يعني كان عنده خلع في الوطر الوحشي للكاحل فتم استشارة عدد كبير جدا من الأطباء كان فيه اتجاه في الأول أنه يبقى فيه تدخل جراحي لكن لما تم استشارة الأطباء في بعض الدول الأوروبية تحديدا أعتقد ألمانيا ودولة أخرى فكان فيه رأي أنه ممكن أجيه يعمل بعض التدريبات التأهلية اللي تساعده أن حالته تكون أحسن فبالتالي يستغنى عن التدخل الجراحي طيب بالنسبة لللاعب اللاعب حالته في تحسن ملحوظة مستمر وتطور إيجابي جيد جدا جدا فبالتالي أصبح الاتجاه الأكبر بالنسبة لجونيور أجيه أنه ما يعملش أو ما يبقاش فيه أي تدخل جراحي في كاحل اللاعب فبالتالي أيضا مدة الغياب اللي كان مكرر ليها ثلاث شهور حتصبح أقل من كده مش عارفين بالضبط هتكون إيه وهتكون قد إيه ده حيكون مترتب على مدى تطور حالة اللاعب واستجابته للعلاج من خلال البرامج العلاجية والتأهلية فده في الحقيقة أيضا خبر يعتبر جيد ومهم ربما ربما يلحق جايه كاس العالم الأندية هنشوف مع توالي الأيام القادمة لكن النصر المهر كده خلاص بنسبة 90% في المية خلاص ما أعتقدش هيكون متواجد فيه كاس العالم الأندية بسبب غيابه لمدة شهرين لأن كاس العالم الأندية في 1 فبراير طيب كريم ندفد وحشنة جدا كريم ندفد وحشنة جدا محمد محمود 2 وحشنة كمان متولي التلاتة لعيبة تقال جدا ويفرقوا مع أي فرقة ويقووا جدا جدا قائمة النادي الأهلي فأنا هتكلم عن واحد واحد كريم ندفد في المراحل الأخيرة من البرنامج العلاجي الخاص به احنا عارفين إصابات كريم ندفد كانت في الرجبة وكانت أخر حاجة للغضروف ويعني كان فيه مشاكل بالنسبة له في الرجبة وكانش فيه استجابة للعلاج بالشكل المطلوب لكن دلوقتي اللاعب بيعمل بعض التدريبات والأحمال على الرجبة أحمال خفيفة وقوية وما فيش أي شكوى وما فيش أي ألام فده بالتالي مؤشر إيجابي ممتاز بالنسبة لحالة كريم ندفد من المتوقع أنه هو يعود للتدريبات الجامعية مع الفريق آخر شهر فبراير أو أوائل شهر مارس يعني هانت بإذن الله بالنسبة لكريم ندفد وتكون عودته مفيدة بالنسبة لنادي الأهلي بنفس الحال بالنسبة لللاعب اللي منفتقده جدا كمان محمد محمود اللي لسه الأهلي مستفدش منه بسبب الإصابات لكن عندنا سكة كبيرة جدا جدا فيه وإن شاء الله يكون إضافة للنادي الأهلي فور عودته من الإصابات المختلفة أحظه وحش قوي اتنين صليبي واحد غضروف في آخر إصابة الغضروف ماشي بشكل جيد جدا في برنامجه العلاجي وبرضو من المتوقع أن هو يرجع في نهاية شهر اثنين أول شهر تلاتة يكون متواجد في التدريبات الجماعية مع الفريق محمود متولي كان عنده جراحة الرباط الصليبي وكان أجراها مؤخرا وبإذن الله أيضا الأمور ماشية بالنسبة له بشكل جيد وحيعود قريبا جدا لمشاركة مع الفريق مفيش أي شكوى بالنسبة للسلاسي كلهم ماشيين بشكل جيد في برامجهم العلاجية وبالتالي كمان برامج التأهلية وإن شاء الله بإذن الله يكونوا إضافة للأهلي خلال المراحل القادمة فيما بعد منتصف مارس تحديدهم إن شاء الله ممكن نلاقيهم في قائمة النادي الأهلي لأي مباراة من المباراة في هذا التوقيت بإذن الله الجميل في قائمة النادي الأهلي هذا الموسم إن أنت عندك عدد كبير ووافر من اللاعبين المميزين اللي يقدروا يرجحوا كفتك في أي وقت من الأوقات حتى لو لا قدر الله فيه كم من الإصابات لا قدر الله يعني ربنا يحميهم كلهم من الإصابات فده حيساعدك في مختلف التحديات اللي أنت هتأخذها خلال الفترة اللي جاية سواء محليا أو أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله يحاولوا كل طموحات جماهير النادي الأهلي كما هو المعتد دي أهم وآخر الأخبار إن تتعلق بالفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي